موسيقى رئيس مجلس القيادة يهني الرئيس المجري بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية المجر الصديق رئيس الوزراء يبحث مع رئيسي مجلسي الدومة والاتحاد الروسي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين موسيقى وزيراء المالية والدفاع ورئيس المحكمة العليا يناقشون اطلاق التعزيز المالي للموظفين المبعدين موسيقى سلام الله عليكم نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنية إلى فخامة الرئيس تماش شيوك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية المجر الصديقة وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تهانيه للرئيس شيوك وتمنياته له بالتوفيق والسداد في مهمه الرئاسية وللحكومة والشعب المجري الصديق مزيدا من التقدم والنمى بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساء إلى عضو مجلس الشورى الشيخ راجح سعيد باكريت عزه خلالها بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك علي سعيد باكريت الذي وافته المنية في مدينة الغيظة وعبر الدكتور بن دغر عن أصدق التعازي والمواساء لأسرة وأقارب الفقيد سائلني الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد بن مبارك في العاصمة موسكو مع رئيس مجلس الدومة فيتاشيسلاف فولوفيدين العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة خلال اللقاء سعرض رئيس الوزراء نتائج مباحثاته مع المسؤولين في الحكومة الروسية موضحا أن العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والتي مضى على تأسيسها خمسة وتسعين عاما تحظى باهتمام وحرص من الحكومة اليمنية مشيرا إلى أن القطاعات الواعدة للتعاون في مختلف المجالات والتي ستربط الدولتين بمصالح مشتركة تعزز من أواصل العلاقة والصداقة والروابط بين شعبي وحكومتي البلدين الارتقاء بمستوى تعاون الثنائي استعدادا للاحتفال بالذكرى المأوية لتأسيس العلاقات الثنائية وبما يليق بتلك العلاقات وأوضح رئيس الوزراء أن التعاون في قطاع الطاقة والكهرباء يمثل أولوية بالنسبة للحكومة اليمنية إلى جانب المجالات الأخرى المتمثلة بالنفط والزراعة والثروة السمكية لافتا في ذات الوقت إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدولتين من جانبه أكد رئيس مجلس الدومة عمق العلاقات اليمنية الروسية وترحيب بلاده بتعزيز التعاون مع بلادنا مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 90% مقارنة بالعام الماضي مما يمثل أساسا متينا لتمتين العلاقات حضر اللقاء سفير اليمن في موسكو أحمد الوحيشي ومستشار وزير الخارجية سفير جمال عوض ومستشار رئيس الوزراء سفير مجيب عثمان ومن الجانب الروسي رئيس لجنة العلاقات الخارجية ليونيد سولوتسكي ورئيس لجنة العلاقات الاقتصادية توبيلين مكسيم أناتو لفيتش بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد بن مبارك في إطار زيارته الرسمية إلى روسيا مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينيا ماتفيينكو العلاقات الثنائية بين اليمن وروسيا وجه التعاون بين البلدين الصديقين في المجال البرلماني والاقتصادي وجر السعراض وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات الوطنية والإقليمية وفي مقدمتها جهود نافي العملية السياسية في بلادنا والتطورات في غزة مشيرا في هذا الصدد إلى تطابق الموقفين اليمني والروسي بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات للقطاع من غير قيد أو شرط وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجي عن تطلعه لفتح مجالات أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والخدمية وخاصة في مجال الطاقة والكهرباء والنفط منوها بالدور الروسي الداعم للحكومة الشرعية في اليمن وسعي روسيا للمساهمة في تحقيق السلام بدورها أعربت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي عن ارتياحها لنتائج هذه الزيارة مشيرة إلى أن هذه الزيارة ستدفع قدما بعلاقات الصداقة بين البلدين ونوهت بمستوى التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام الماضي أكثر من ستمائة مليون دولار متمنية أن تنعم اليمن قريبا بالأمن والاستقرار حضر الاجتماع سفير بلادنا في موسكو أحمد سالم الوحيشي ومستشار وزير الخارجي السفير جمال عوض ومستشار رئيس الوزراء سفير مجيب عثمان ومن الجانب الروسي رئيس لجنة الشؤون الدولية جيريو جوروي كارسين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية قسطنطين كوسولوجوف وعدد من المسؤولين في المجلس الاتحادي قام رئيس الوزراء وزير الخارجي وشؤون المغترمين دكتور أحمد بن مبارك بزيارة إلى سفرة بلادنا في العاصمة الروسية موسكو للإطلاع على مسؤول أداء وسير العمل في السفارة وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الانضباط الوظيفي وتقديم الرعاية للمواطنين وخاصة الطلاب والاهتمام بقضاياهم والسعي لحلها كما قام رئيس الوزراء بزيارة المبنى الجديد للسفارة الذي ستنتقل إليه والملحقيات الفنية واستمع لشرح مسؤول المشروع حول ما تم إنجازه والبرنامج الزمني لانتهاء المشروع وجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الفنية المعنية والانتقال للمبنى الجديد لتخفيض نفقات الإيجار رافق رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين سفير بلادنا في موسكو أحمد الوحيشي ناقش لقاء عقد في العاصمة المؤقتة عدن ضم وزير المالية سالم بن بوريك ووزير الدفاع الفريق الركن محسين الدعري ونائب رئيس المحكمة العليا رئيس لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية القضي سهل حمزة إطلاق التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لعام 2003 وتطرق اللقاء الذي اضم نائب وزير المالية هاني وهاب والوكيل المساعد بوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي ومدير دائرة شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد علي عبيد إلى الجهود المبذولة لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين والتي تكللت باعتماد مجلس الوزراء التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين وإصدار القرارات الرئاسية ابتداء من القرار رقم 42 إلى القرار رقم 62 والتي بمقتضاها تم معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكريين والأمنيين وأكد اللقاء على ضرورة مضاعفة جهود كافة الجهات الرسمية المعنية والعمل على إنجاز التعزيز المالي الخاص بهم وصار في مستحقاتهم المالية انطلاقا من الحرص على تخفيف معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد أشهد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان بالنجاح الأمني الذي حققته الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة من خلال العملية النوعية المتمثلة بالقبض على خلية مكونة من عشرات عناصر إرهابية كانت مكلفة بتنفيذ عمليات إرهابية وزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وأكد وزير الداخلية في اتصال هاتفي أجره معه مدير عام شرطة محافظة المهرة العميد مفتي صمودان ضبط خلية العناصر الإرهابية يعكس اليقظة الأمنية وروح المسؤولية الوطنية التي يتحلى بها كافة منتسبي الأجهزة الأمنية في المهرة مثمنا الجهود التي بذلها رجال الأمن في إحباط مخطط العناصر الإرهابية وضبطهم وأكد لواحدان حرص قيادة وزارة الداخلية على تقديم كافة الدعم المطلوب لشرطة المحافظة وبما يمكنها من تحقيق المزيد من النجاحات في محاربة الجريمة بكافة أشكالها وضبط مرتكبها رأس وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ووزير المالية سالم بن بوريك في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا بين قيادتي الوزارتين لمناقشة سبل تعاون بين الوزارتين بالشكل الذي يعزز من دور وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في صناعة الرأي العام المؤيد للدولة والداعم للحكومة الشرعية وخلال اللقاء الذي عقد بوزارة المالية ثمن الوزير الإرياني الدعم الدائم والمستمر من قبل قيادة وزارة المالية لجهود وزارة الإعلام والثقافة والسياحة والذي يأتي في إطار إدراك أهمية الدور الذي تلعبه في صناعة الوعي والحفاظ على الهوية الوطنية ومواجهة الأفكار الهدمة التي تعمل ميليشيات الحوث الإرهابية التابعة لإيران على تفخيخ عقول المجتمع بها ثمن الإرياني الجهود السعودية في دعم الحكومة في كافة المجالات من جانبه أبدى وزير المالية سالم بن بوريك استعداد وزارته للتعاون والتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة لما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة على أكمل وجه وتحدث وزير المالية حول التحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة بسبب استمرار توقف تصدير النفط الخام منذ نحو عام ونصف بسبب تصعيد الميليشيات الحوثية واستهدفها للمنشآت الحيوية الخاصة بتصدير النفط الخام مثمنا دعم السعودية للموازنة العامة للدولة وجدد بن بوريك تأكيده حرص الحكومة على إلاء الاهتمام بكافة مؤسسات الدولة ومنها مؤسسات الإعلام والثقافة والسياحة والعمل على معالجة أوضاعها وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها الأساسية وفقا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة في الوقت الراهن قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة موامر الإرياني أن ما تقوم به ميليشي الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من استهداف لناقلات المنتجات الكيموية والنفطية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن إرهاب ممنهج وغير مسبوق لا علاقة له بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وينذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية ستدفع ثمنها اليمن واليمنيون لعقود قادمة وأضحى معمر الإرياني أن هذه الهجمات الإرهابية تعكس مدى استهتار للميليشيات الحوثية وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي في البحر الأحمر وخليج عدن على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في بلادنا والشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة وأكد الإرياني أن هذه الحوادث تؤكد أن ميليشيات الحوثي ظلت تتلاعب بالمجتمع الدولي طيلة ثمانية أعوام في ملف خزان النفط العائم صافر واستخدمته قنبلة موقوتة الابتزاز وتهديد العالم متجاهلة تحذيرات من مخاطر انسكاب ظل وشيكا لما يزيد عن مليون برميل من النفط وها هي اليوم تشن هجماتها الإرهابية المباشرة على ناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية بعد تعرض سفينة الشحن روبي مار مسجلة في المملكة المتحدة لهجوم بصاروخين من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في خليج عدن وبالقرب من باب المندب دعت حكومة بلادنا كافة الدول والجهات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة والتي تحمل كميات كبيرة من المواد الخطرة إلى التفاصيل كارثة بيئية كبرى تهدد البحر الأحمر فماذا حدث للسفينة البريطانية التي استهدفها الحوثي؟ بعد تسرب مواد خطرة من السفينة البريطانية إثره جمع الحوثي استهدف بصوارق منذ أيام حكومة بلادنا تشكل خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف الحكومة حذرت من أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة البريطانية التي تعرضت مؤخراً لهجوم الحوثي تتجه نحو جزر حنيشة في البحر الأحمر ما يهدد بوقوع كارثة بيئية كبرى ودعت الحكومة في بيان كافة الدول إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة مشيرة إلى أنها شكلت خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف موضحاً أن السفينة تتحمل كميات كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت مؤكداً ضرورة مرعى تسرب تلك المواد الخطرة في مياه البحر وقالت القيادات المركزية الأمريكية هذا الأسبوع إن السفينة رسلت نداء استغاثة بعد الهجوم وسعادتها سفينة حربية تابعة للتحالف الدولي وسفينة تجارية أخرى حيث نقلت الطاقم إلى ميناء قريب ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي يجبر فيها طاقم على إخلاء سفينة بعد أن قصفتها الميليشيات الحوثية حيث تمكنت العديد من السفن التي ضربتها صواريخ الميليشيات من مواصلة رحلتها الميليشيات الحوثية من جهتها تقول إنها تستهدف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها تأضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي شارك وزير الصناعة والتجارة محمد الأشوال في الاجتماع الخاص بمناقشة مسودة الإعلان الوزري للمؤتمر الواحد والثلاثين لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تضمنت المسودة السعية نحو تحقيق الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في اتفاق مراكش والتقدم المحرز في بعض القضايا الواردة في تقارير المجلس العام وهيئاته الفرعية والالتزام بتحقيق الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين جميع وظائفها والاعتراف بالتقدم المحرز في هذا الصدد كما أكد الاجتماع على تعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية مع العناية الكاملة بسلاسل الإمداد العالمية المفتوحة وقد سبق الاجتماع جلسة حول مشروع القرار الوزري بشأن إصلاح تسوية المنازعات والذي تم التأكيد فيه على إدراك التقدم المحرز باعتباره مساهمة قيمة للوفاء بالالتزامات وحل القضايا التي لم يتم حلها دعا وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بوحيبح المنظمات الأممية والدولية العاملة في القطاع الصحي إلى المساهمة في توطين العمل الإنساني والتركيز على دعم وتأهيل مشاريع البنية التحتية وتغطية الاحتياجات والخدمات المنقذة للحياة بما يضمن ديمومة الخدمات الطبية وشدد الوزير خلال ترأسه اجتماعا لكتلة الصحة الفرعية بمحافظة مأرب على ضرورة التزام المنظمات بخطط الاحتياج وخطط الاستجابة التي تعدها الوزارة والسلطة المحلية وتعزيز التنسيق المستمر والدائم وعدم تنفيذ أي تدخلات صحية إلا عبر مكاتب الصحة مشيرا إلى أهمية تكامل العمل بين المنظمات والمكاتب والمرافق الصحية لتوفير خدمات ذات جودة وتلبي الاحتياج والتركيز على المناطق البعيدة النائية والمخيمات وناقش الاجتماع خطة لعمل الكتلة للعام الجري والتي تهدف إلى توسيع البنية التحتية للقطاع الصحي وتأهيل وبناء قدرات المرافق والكوادر العاملة في مختلف المرافق بما يسهم في تحسين وجودة العمل الصحي وتخفيف معاناة المرضى وطالبي الخدمة في مختلف المديريات بشكل دائم وجود قيادة استثنائية في المحافظة استطاعت أن توفر كثير من الإمكانيات الاستثنائية التي حققت في كثير من مواجهة هذا التحديات بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تلقيتها المحافظة سواء من الوزارة عبر الشركاء الداعمين في مختلف الجهات وهذا كان دعم مهم جداً أن يساعد المحافظة على التغلب على الصعب التي تلاقيها لكن عندما نرى الأرقام والمحافظة حققتها في مستوى الخدمات الصحية خمسة مليون خدمة صحية صراعاً نجاز كبير العمليات الأشياء كثيرة جداً التي تحققت جعلناها صراحاً نفتخر بالكوزارة نرى دائماً أرقام محافظة مارب دائماً في مقدمة المحافظات في مختلف الجهات وهذا نشكر لنا نحب نشيل بها ونذكرنا صراحاً دائماً في أي تقارير للنجازة ومؤشرات نحلل كل المحافظة ونشوف الحجم الأداء في كل محافظة هو تحتل المنظار فالحافظة صراحاً من المحافظات المتميزة في أداء الخدمات الصحية بالجهود الممكنة قام وزير الصحة العامة وسكان دكتور قاسم بوحي بح بزيارات تقييمية لعدد من المنشآت الصحية والطبية بمحافظة مأرب للإطلاع على واقع القطاع الصحي والخدمات التي يقدمها والتحديات التي تواجهه والاحتياجات الملحة وأولوياتها واتفقد الوزير بوحي بحسير العمل في مكتب الصحة بالمحافظة ووجه الوزير قيادة مكتب الصحة في المحافظة بإعداد مصفوفة متكاملة تشمل الاحتياجات الملحة في البنية التحتية والكوادر الطبية وفق المؤشرات والإحصاءات الدقيقة مثمنا الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة السلطة المحلية للقطاع الصحي في هذه المرحلة الاستثنائية مشهيدا بالجهود المبذولة من قبل قيادة ومنتسبي القطاع الصحي في المحافظة أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري أن الحكومة تعمل بكافة الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال عدد من الإجراءات كتحصيل وتنمية الموارد والعمل على توريد النقد الأجنبي ومخصصات المشاريع الإنسانية إلى البنك المركزي بعدا بما يعزز قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والحد من انهيارها المتسارع واتخاذ كافة السبل لبناء نموذج يحتذى به في المحافظات المحررة بما يوفر الخدمات وتسليم الرواتب وتنفيذا لموجهات كلمات رئيس مجلس القيادة الرئاسي جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية من ممثلي الوزارات والمنظمات والمؤسسات الوطنية المحلية بمشاركة منظمة اليونسيف لمناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء كلا في إطار مهام جهته والمهام المكلف بها مؤكدا أهمية ما يقوم به ممثلو الجهات من الجهود للوصول إلى رؤية واضحة تفضي للخروج باستراتيجية شاملة تعمل على تحقيق الغايات المنشودة من الحماية الاجتماعية وأشار الزعوري إلى أنه تم الاتفاق مع منظمة اليونسيف على عمل خطة حماية خاصة في المناطق المحررة بما يتناسب مع احتياجات هذه المناطق وخطة حماية أخرى خاصة بالمناطق والمحافظات التي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية من جانبه أكد مسؤول السياسات الاجتماعية باليونسيف بلال كسواني استمرار اليونسيف في دعم اللجنة الاستشارية حتى تحقيق أهدافها في إنجاز هذا العمل الوطني الهام التقى وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس فريق نادي وحدة عدن المتوج بطلا للنسخة الثانية من دور عدن الممتاز لكرة القدم وبارك لملس خلال اللقاء الذي حضره وكيلاء المحافظة رشاد شايع وعوض مبجر ومدير عام مديرية الشيخ عثمان رئيس نادي وحدة عدن وسام عاوية بارك لللاعبين والجهاز الفني والإدارة تتويجهم بلقب دور عدن الممتاز للمرة الثانية مؤكدا أن ذلك يعكس ما يمتلكه الفريق من مواهب كروية وإمكانية فنية عالية وأشاد لملس بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الثانية ومشيرا إلى أن ذلك يعطي السلطة المحلية الحافزة لمواصلة دعم الأنشطة الرياضية في عدن حتى تستعيد مكانتها وريادتها التي عرفت بها على مستوى الوطن شاركت مصلحة الجمارك اليمنية في الاجتماع الإقليمي الثامن والخمسين لجمارك دول الشمال الإفريقية والشرق الأدنى والأوسط التابع لمنظمة الجمارك العالمية والاجتماع الرابع والأربعين لمدراء عموم جمارك الدول العربية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة جرى خلال الاجتماع الجماركي الإقليمي التطرق إلى عدد من الملفات والقضايا التي تهم العمل الجماركي في دول الإقليم ومنظمة الجمارك العالمية وخطة تحديث منظمة الجمارك العالمية فيما استعرض اجتماع مدراء عموم الجمارك العربي عددا من المواضع الجماركية ذات الصلة بالدول العربية وما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق الثالث والأربعين وتم إقرار حزمة من الإجراءات والمقترحات الجمركية أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عددا من العقوبات ضد من يساهمون في دعم أو تمكين أو تنفيذ عمليات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في المسؤولية عن الهجمات الواسعة ضد سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات ضد شخصين وثلاث كيانات لدورهم في توفير دعم مادي أو عسكري للحوثيين وذلك لفضح وإحباط جهودهم الرامية إلى تقويض الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط كما تفرض المملكة المتحدة عقوبات على قيادي حوثي لتهديده سلام وأمن واستقرار اليمن من خلال تأييده للهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر وتشمل العقوبات منع السفر إلى المملكة المتحدة وإحباط جديد أرصدت كل من القيادي الحوثي علي حسين بدر الدين الحوثي ومحمد رضا فلاح زادة وسعد الجمال عقد بمدينة مأرب اجتماع عسكري موسع برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الدكتور صغير بن عزيز ونائب رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن أحمد البصر والمفاتيش العام للقوات المسلحة لواء الركن عاد القميري لمناقشة الموقف الميداني على امتداد مسرح العمليات لبلادنا والوقوف أمام التطورات الجارية المتعلقة بالجوانب العسكرية والأمنية وتطرق الاجتماع الذي ضم رؤساء هيئات ومدراء دوائر وزارة الدفاع ونوابهم ومساعدهم وقادة المناطق العسكرية الثلاثة والسادسة وعدد من مساعدي وزير الدفاع ومستشاري رئيس هيئة الأركان العامة إلى مستوى جاهزية القوات المسلحة بجميع تكويناتها ومستوياتها لتنفيذ المهام الدستورية والوطنية الموكلة إليها في ظل تصعيد ميليشيات الحوث الإنقلابية الإرهابية المدعومة من إيران الاجتماع شدد على التزام القوات باليقظة والاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة والردع القوي والحاسم لكل مخططات الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية ونقل رئيس هيئة الأركان العامة حياة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي حاثا الجميع على الاطلاع بمسؤولياتهم وواجباتهم وفق المهام والاختصاصات المحددة وجدد التأكيد أن قوة ومكانة المؤسسة العسكرية ترتكز على النظام والانضباط الصارم في تنفيذ المهام وطاعة الأوامر والتعليمات من جانبه أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة بمختلف تكويناتها وتشكيلاتها ستبقى مؤسسة متماسكة وموحدة تخضع لأوامر القيادة الشرعية وتلتزم بالدستور والنظام والقانون وتقوم بمهامها في حراسة الوطن وحماية مؤسساته وثوابته وأهدافه الخالدة دشنت اللجنة الطبية العسكرية بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية توزيع مساكن متنقلة لعدد من جرح الجيش الوطني ضمن مشروع يحوي 96 كرفانة حديدية تحتوي كل منها على غرفة وحمام ومطبخ ومساحة تتسع لعدد من المرفقات وذلك ضمن جهود اللجنة الطبية الرامية في الاهتمام بالجرحة بجرح الحرب وتسكينهم مع عوائلهم في أراض خصصتها السلطة المحلية بمأرب للجرحة والمعاقيد تم افتتاح هذه المجموعة السكنية ابتداء ثمن كرفانات لأفرادنا المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا يعتبر إنجاز كبير جدا تقدمه مؤسسة صلة وقد قدمت الكثير من قبل وسوف تقدم الكثير أيضا نشكر المؤسسة على هذا الجهد وعلى هذا الكرم وفي الحقيقة نكرم أفراد قوات المسلحة جميعا بهذا الإنجاز لأن تكريم أحد الذوي الاحتياجات الخاصة في القوات المسلحة يعتبر تكريم القوات المسلحة كلها واهتمام بالمقاتل في جبهات القتال في هذا اليوم تم افتتاح وتدشين المرحلة الأولى من مشروع السكني لتسكين ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء القوات المسلحة حيث قامت مؤسسة صلة للتنمية بالتبرع بثمان مساكنة وكرفانات لهؤلاء القرحة الأبطال وهذا عرفان بالجميل الذي قدمه هؤلاء القرحة وهذا المشروع عبارة عن قطعة أرض تحتوي على 96 قطعة لحد الآن الذي يشغل مننا هنا حوالي ثمان قطع ثمان كرفانات وان شاء الله نحن معودين من ذلك وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر القزيل للإخوة في مؤسسة صلة ورئيسها التنفيذية الدكتور باشا ماخ والدكتور مدير البرامج الصحية با هيثم على هذه اللفتة الكريمة وليست هي اللفتة الأولى بل أن هذه المؤسسة لنا مشروع أيضا طبي ومشروع تركيب القوقع لعدد 13 قريح ما زال قيد التنفيذ حتى هذه اللحظة وكذلك نتقدم بالشكر القزيل لمعالي الأخ نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية على توقيته الكريمة بهذه الأرض لصالح ذو الاحتياجات الخاصة من ابناء القوات المسلحة فهو الراعي الأول والأب الوحيد لهؤلاء القرحة والشكر الموصول للأخوة في الوحدة التنفيذية على تعاونهم ومتابعتهم الحثيث لنا أولا بأول حتى وصلنا إلى هذه المرحلة أعلنت وزارة الداخلية القبضة لخلية كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية ضمن مخطط إجرامي في المحافظة وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة تمكنت بنجاح من القبض على عشرة عناصر إرهابية كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية في أماكن متفرقة من المحافظة وأشر المصدر في بيان صحفي إلى أن عملية تتبع ورصد لهذه العناصر كانت عملية نوعية ومعقدة استمرت لعدة أشهر حتى تم القبض على كافة عناصر الخلية الإرهابية جهت قيادة وزارة الداخلية شكرا للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية المختلفة في محافظة المهرة التي كلفت بمهام الرصد حتى إكمال مهمتها بنجاح في القبض على خلية خطرة وإرهابية كان لديها مخطط إجرامي كبير اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن لقاءها الدوري الأول مع باحثيها الميدانيين المنتشرين في عموم محافظات الجمهورية للعام الجديد الفين وأربعة وعشرين بتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستعرض لقاء الدورة الذي شارك فيه أربعون باحثا وباحث ميدانيين واستمر ثلاثة أيام أهم نتائج أعمال الرصد والتوثيق للعام المنصرم الفين وثلاثة وعشرين ومراجعة وتقييم مستوى الإنجاز كما ونوعا ووقف اللقاء على أهم الصعوبات في العمل الميداني والتحديات التي تواجه الرصدين وسبل التغلب عليها كما ناقش الملاحظات الفنية على أعمال الرصد والتوثيق ومقترحات تحسين الأداء خلال العام الجديد وفي السياق ذاته ناقشت مسؤولة حقوق الإنسان في المفوضية السامية إيما والكر مع رصدي لجنة أعمال الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان وتحدياته ورصد وتحليل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتطرق اللقاء إلى تحديد الاحتياجات والأولويات بالنسبة لتوسيع دائرة الانتهاكات المرصودة والوصول إلى مناطق جديدة ومتطلبات النزول الميداني لمناطق الانتهاكات والسجون ومراكز الاحتياج ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الخامس والأربعين بعد المئة على التوالي إلى تسعة وعشرين ألفا وتسعمائة وأربعة وخمسين شهيدا والجرح إلى نحو سبعين ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرين جريحا معظمهم من النساء والأطفال وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن ستة وسبعين فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأصيب مئة وعشر آخرين بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة مشيرة إلى وجود العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم الآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتهت الأخبار نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيها من عنوين رئيس مجلس القيادة يهني الرئيس المجري بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية المجر الصديقة رئيس الوزراء يبحث مع رئيسي مجلسي الدومة والاتحاد الروسي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وزيراء المالية والدفاع ورئيس المحكمة العليا يناقشون اطلاق التعزيز المالي للموظفين المبعدين ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية تقبل خالص التحية وفي أمان الله